شرفنا في لقائك اليوم ما شخص سالم حياك الله.. ودنا إنك تفعلك بنفسك الله يحبكم.. الله يحبكم.. الله يحبكم되ك خيار معكم سالم عبد المالك من الجزائر سالم ابن عبد المالك سالم ابن محمد ابن عبد المالك هذا اللقب لأنح عندنا الأسماء ثلاثية رفعية .. لندنا أسماء ثنائية عندنا الاسم ، واللقب إذن الاسم سالم واللقب عبد المالك واللقب عبد المالك الكنية الكنية أبو شعي لكن يعني أنت عرفت في ماذا يعني الشهرة anomalousة اسمه الشهرة اسمه اللقب يعني هذا ممكن لقب الشهرة مثلا ممن يقيم سالمة الجزائر لا أظن سالم التفريغ التفريغ صحيح؟ هذا لقب الشهرة يعني حتى سالم للتفريغات أحيانا ماشاء الله الكنية أبو شعي طيب الميلاد إن كان فيه يعني شيء لا لا ما فيه مشكلة التاريخ يعني ليس بالهجرة بالميلادي سبتمبر 1977 سبع سالاتك العافية ما شاء الله يا شخ سالم يعني أنت معروف الآن بالتفريق والعناية بدروس العلماء تفرغها وتكتبها أريد يعني يكون عندنا بعض النصائح لمن يرغب الدخول في هذا الباب فودنا أنه يعني تفيدنا بما يعني مشيت فيه وتعلمت منه الله هو أهم شيء الإنسان أول نصيحة للذي يريد أن يدخل هذا المجال هو الإخلاص الله عز وجل ما شاء الله هذا أول شيء يعني أبتغي بهذا وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا غيره أو أنه يستمد التوفيق من الله عز وجل أنه ليس التفريغ الذي سيكسبه العلم هو توفيق الله عز وجل نعم الأمر الثالث وهو مهم جدا هو الصبر الصبر على التفريغ خاصة في البدايات الموضوع طويل جدا ما هو قصير يحتاج وقت يحتاج جلوس طويل يحتاج مصابرة لأنه الثمرة في البداية لم تكون كبيرة لأنه ممكن يجل الساعات ولما يشوف إيش فرغ سيجد أنه يفرغ أشياء بسيطة مقدار بسيطة نعم الأمر الآخر هو أن يتعلم تقنية حديثة حتى يكون تفريغ سريع وهو أحسن شيء أن يكون تفريغا مباشرا من الصوتي إلى الكمبيوتر الكمبيوتر أحسن من أنه يفرغ في الأوراق هذا سوف نقول فيما بعد لكن عندنا أهم حاجة الإخلاص لله سبحانه وتعالى التوكل على الله عز وجل افتقار واعتماد طيب على الله سبحانه وتعالى والصبر ولابد أنه يعني يوفر الوسائل الحديثة التي تعانوا على التفريغ المباشر حتى لا يحتاج مثلا أنه يكتب أولا في الأوراق ثم بعد هذا ينقل إلى الحاسب تمام أزاك الله خير ترجمة نانسي قنقر